طريقة اللي احنا بننظر فيها لالله بتحدد طريقة تفكيرك كيف ممكن الله انه يعمل يعني كيف احنا بننظر لالله بحدد كيف فكرنا عن الله كيف ممكن يعمل تعرفوا مرات كير احنا بنصدق نصدق انه الله ممكن يعمل امور عظيمة لكن هل بتصدق انه الله ممكن يعمل امور عظيمة معك انت بالتحديد في حياتك انت بنصلي انه فعلا الرب يزيد ايماننا نصلي فعلا أن الرب يعمل شفتينج في أذهاننا إزاحة في أذهاننا حتى نقدر نسدق الكلمات والوعود والقصص في الكتاب المقدس ما كانتش لوقت وانتهت كلمة الله تقول أن يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد وكلمات الكتاب المقدس والقصص في الكتاب المقدس الله يقدر أن يصنحها اليوم نقرأ عن الفتية ثلاثة في أتون النار نقرأ عن دانيال في جب الأسود نقرأ عن التلاميذ في وسط العاصف نقرأ عن بولوسوسيلة في السجن هذه الأمور ممكن تحدث اليوم والله ممكن يتمجد اليوم بنفس الطريقة اللي يتمجد فيها في حياة الآخرين بصلي فعلا من كل قلبي أنه الله يعطينا نسدق بكلمة يكون عندنا الإيمان اللي يسدق الإيمان اللي مش مجرد قصص بنقرأها في كلمة الله لكن نعرف أنه هذا الأمر ممكن يحدث معي ويحدث معك في مواقف الحياة اليومية الله فيها معنا الرابع الشبيه بابن الآلهة موجود معنا مهما كان أتون النار اللي أنت بتشتاس فيه مهما كانت الظروف الصعبة اللي أنت بتشتاس فيها الرب موجود هناك فتية الثلاثة طلعوا من أتون النار لكن الرابع ما زال موجود هناك موجود في ظروفك الصعبة موجود في دقاتك موجود في المنطقة الصعبة اللي أنت بتخدم فيها موجود في الظروف الصعبة اللي أنت بتشتاس فيها وهو موجود هناك لأجلك وبدو ياك تصدق فيه وبدو ياك تآمن أنه موجود هناك وبدو ياك تآمن وتصدق أنه إيمانك فيه يزداد وتثق زي ما عمل في الماضي قادر يعمل اليوم وقادر يعمل بكرة لأنه لا يتغير وعوده صادقة لا تتبدل الله إلهنا إله حي إحنا بنخدم إله عظيم لما تصلي وتقوله يا رب وسع تخومي خلي عندك إيمان أنه سوف يوسع تخومك سوف يطلقك في أمور جديدة لم تتوقعها من قبل